موسيقى نشرة الأخبار مع جواد سليم وهبا باسي هذه جولة إخبارية مشاهدينا نقدمها لكم من العراقية الإخبارية ونبدأها بالعناوية المالية النيابية تؤكد ضرورة التزام بغداد وأربيل بقانون تمويل العجز وتدعو حكومة الإقليم لتسوية الأمور المالية والنفطية موسيقى قانونيون ومختصون في الشان الانتخابي يؤكدون أن اعتماد البطاقة الفايومترية هو السبيل للحد من احتمالية التزوير في الانتخابات موسيقى وزارة التربية تتخذ الإجراءات الصحية استعدادا للعام الدراسي والتعليم العالي تعلن تخفيض أجور كليات الموازي والتعليم المسائي والأهلية تلاعب بأموال الدولة في هيئة التقاعد الأجهزة الاستخبارية تقترق عصابة للتزوير تهدر ثلاثين مليار دينار شهريا موسيقى تحية لكم يعقد مجلس النواب اليوم جلسته الاعتيادية للتصويت والمناقشة لعدد من مشاريع القوانين وبحسب وثيقة صادرة من الدائرة الإعلامية للبرلمان يتضمن الجدول سبعة مشاريع قوانين بالإضافة إلى فقرة تتضمن مناقشات عامة وفي مشروع قانون جرائم المعلوماتية نظمت في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد وقفة لرفض قانون الجرائم الإلكترونية الذي أعط بركتما لحرية التعبير ومخالفا لمواد الدستور العراقي مطالبين الحكومة بسحبه وتعديله قبل إقراره داخل الفرلمان الفردوس في بغداد رفضا وتنديدا لقانون الجرائم المعلوماتية اللي هو صراحة ملقم يعني بفقراتية زينا نحن ما نقول لا بس لكن أكو فقرات ملقمة اللي هي اللي كتم حرية التعبير عن الرأي نرفض هذا القانون قانون الجرائم المعلوماتية اللي هو أقل ما يوصف تعبير وصف عنه هو قانون الجرائم الإرهابية هذا القانون اللي يعتزم البرلمان تشريعة على الحكومة سحب هذا القانون فورا لمعالجة الشرخ المجتمع اللي ممكن أن يحدث بسبب هذا القانون هذا القانون يعتبر يعني زجت فيه فقرات عمدا لإنشاء وتمهيد لمرحلة ديكتاتورية جديدة من خلال تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير وهذا يتنافع مع المادة 38 من الدستور العراقي هذا القانون هو قانون متحف بحق الكلمة العراقية وبحق الصوت العراقي هذا القانون هو ضد الدستور المادة 38 والماادة 2 من الدستور هذا القانون هو راح يطارد الحرية أكثر مما يطارد الجريمة الجريمة الإلكترونية معروفة يتم تشخيصها انتحال شخصية ابتزاز إلى آخره من هذه تحت مسمى جريمة وفي موضوع الأزمة المالية والخلافات بين بغداد وأربيل دعت اللجنة المالية النيابية الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان إلى الالتزام بقانون تمويل العجز المالي الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا اللجنة أكدت في بيان على ضرورة التزام حكومة الأقليم بتسوية كافة الأمور المالية والنفطية التي نص عليها قانون تمويل العجز ليتسنى للحكومة الاتحادية لإفاءة بالتزاماتها لأبناء شعب كردستان وبما نص عليه القانون مع قرب وصولها إلى البرلمان تستعد اللجنة المالية النيابية لوضع مجهرها على موازنة العام المقبل للاطلاع على تفاصيلها وبنودها كي تكون جاهزة للتصويت خلال مدة قد تستغرق 45 يوما حسم الموازنة هو الهدف الأول للجنة لتلافي أزمة تأخر الرواتب التي قد تحصل بداية العام المقبل بسم الله الرحمن الرحيم اللجنة المالية النيابية تكشف عن قرب وصول موازنة 2021 إلى مجلس النواب لإقرارها بأسرع وقت وفيما تحمل وزارة المالية مسؤولية تأخيرها تتوقع وصولها إلى البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين خلال الأيام سيعرضون ميزانية 2021 في أسابيع إن شاء الله سيكون ينحسم هذا الموضوع حتى لا ندخل على مثل ما دخلنا في عام 2019 وعشرين بأزمات فالآن هيئنا الوضع واللجنة المانية ليل ونهار يعمل بذلك حتى ننهي القضية بشكل كامل بنود الموازنة الاتحادية لعام 2021 قد تخلو من التعيينات وتنفيذ المشاريع الخدمية الستراتيجية وهناك مخاوف من تكرار أزمة الموازنتين الماليتين للعامين الماضيين واقتصارها على قروض جديدة تثقل كاهل الدولة مجموع المبالغ حتى نكمل هذه المشاريع حول 270 مشروع يحتاج لنا بحدود 7.5 تريليون دينار عراقي نحن هذه المشاريع بعضها من سنة 2007 و2008 وقسمها اندثر يعني وتؤكد اللجنة المالية النيابية أنها لم تطلع بعد على بنود الموازنة وتفاصيلها وتحتاج إلى 45 يوما لإكمال التصويت عليها علي الأحمد العراقي الإخبارية بغداد وخلال استضافته في نشرة سابقة كشف النائب المستقل محمد الشيع السوداني عن أن ملف موازنة العام المقبل سيكون الأول في مباحثات اللجنة النيابية المشكلة لتقريب وجهات النظر بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان السوداني أوضح أن اللجنة قررت استباق الأحداث لإنهاء اختلاف وجهات النظر وحدة النقاش التي تشهدها عملية التصويت على قانون الموازنة في البرلمان الملف الأول هو موازنة 2021 وما يترتب عليها من التزامات سواء كان من الجهة الإقليم في تسليم إرادات النفط المباع وكمياته الحقيقية والإرادات المنافذ الحدودية وكذلك تطبيق الإجراءات الموحدة القمرقية هذه التزامات مهمة عادة ما تضمن في قانون الموازنة لكل سنة وتشهد اختلاف في وجهات النظر ومواقف وحدة في النقاش نحن استبقنا هذا الحدث ومثل ما ذكرت كان موضوع قانون تمويل العجز المالي هو جرس انذار للجميع في أن نهيئ متطلبات تمرير قانون الموازنة 2021 مهمة اللجنة هو إيجادة هذه الحوار في تضمين هذه النصوص التي قطعا سوف تكون من خلال مجلس الوزراء المعني بتقديل مشروع القانون خصوصا مشروع قانون الموازنة وتهيئة الأجواء لتمرير هذا القانون في البرلمان من جهة أخرى أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن فلاح عبد الكريم الخفاجي أعلن أن البرلمان قدم صيغة قرار لتوطين رواتب موظفي الإقليم أسوة ببقية الموظفين في بقية المحافظات الخفاجي وخلال استضافته في برنامج المحايد يرى أن سبب تأخر حسم المفاوضات بين بغداد وكردستان يعود إلى عدم وجود مفاوض حقيقي من الحكومة الاتحادية قدمنا إلى مجلس النواب بصيغة قرار تتوطن كل رواتب الموظفين بالإقليم صير عبارة عن كي كارد ماكو بعد أنا أدفع لك هذا كل موظف بإقليم كردستان من حقه أنه تنفتح شلون موجودة الآن بالجنوب وبالشمال منافذ لتوطين الرواتب تتوطن رواتبهم بالتالي أنا أعتقد التوطين هو عملية شفافة لتوزيع الرواتب وكذلك حديثة إجا الوفد وراح الوفد إجا الوفد وراح الوفد ولحد هذه اللحظة ما وصلوا إلى نتيجة طيب لو هناك مفاوض حقيقي من الحكومة الاتحادية مرة وحدة ينحسم هذا الموضوع وفي سبيل إيجاد نقطة التقاء بين حكومتي بغداد وأربيل شكل البرلمان لجنة تتألف من ثمانية نواب من أجل إيجاد الحلول للملفات العالقة بين الحكومتين حيث تنسق السلطتان التشريعية والتنفيذية لوضع حلول حقيقية حول نقاط الخلاف التي مر عليها سبعة عشر عاما لجنة ثمانية برلمانية شكلها مجلس النواب مكلفة بإجراء حوارات مع بغداد وأربيل لإيجاد الحلول المناسبة للملفات التي كانت وما زالت درجة وحرارة سخونتها غير منخفضة منذ أن فتحت على طاولات الحوار أوساط نيابية تحدثت عن أن الحوار سيجرى وفق سقف الدستور والقانون هذه اللجنة التي شكلها السيد رئيس المجلس أن تضع خطوات حقيقية وصحيحة وتحل المشكلة التي كانت قائمة منذ سبعة عشر عام الرؤية التحليلية من داخل إقليم كردستان أكدت أهمية اللجنة ودورها وطبيعة الملفات التي ستبعث فيها مضافا إلى هذا تحدث أيضا عن لجان وطاولات للحوار متعددة احتضنتها بغداد وأربيل سابقا حيث المبدأ أقليم كردستان وحكومة أقليم كردستان مستعدة لتعاون مع أي لجنة تشكل إذا كانت أهداف هذه اللجنة هو حل حلة المواضيع العالقة بين الأقليم والحكومة الاتحادية وحل جميع الملفات هناك لجان حكومية تجتمع دائما ويعني استمرت في هذه الاجتماعات وحلت كثير من المشاكل وإضافة إلى هذا فإن القراءة السياسية لمعطيات هذه اللجنة تنسيقية بين الجانبين التشريعي والتنفيذي لحل حلة بعض الملفات في وقت تشير فيه بوصلة الأحداث إلى أن الحل يكمن في تشكيل لجان فنية أنا أتوقع الحل ما بين الأقليم والمركز يتم عن طريق لجان الفنية لأن المادة 140 تدخل فيها حسابها سياسية المادة 111 من الدستور النفط والغاز مركاء الشعب العراقي المادة 112 من الدستور التي تحدثت عن قانون النفط اليوم هذا القانون موجود في البنمان العراقي لماذا البنمان العراقي لم يشرع هذا القانون منذ 2007 وبالرغم من كثرة الوفود التفاوضية وتعدد جولات المباحثات بين بغداد وأربيل ما زال العديد من الملفات غير محسومة حتى الآن أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد ولمزيد من المتابعة ينضم معنا من السليمانية مراسلنا هناك سيف حقي وينضم معنا أيضا من داخل مجلس النواب مراسلنا من هناك أحمد عرام أبدأ معك سيف حقي مساء الخير حدثنا يعني ضعنا في صورة انعكاس موضوع تأخر رواتب الإقليم على الوضع الاقتصادي للمواطن وحركة الأسواق التجارية هناك نعم الكل يعرف منذ فترة طويلة المواطن أو الموظف في إقليم كردستان لم يعني لم يغلق ملف رواتبه وهناك تأخير في صرف الرواتب وخاصة بعد قطع حكومة الإقليم 21% من رواتب موظفي الإقليم وهذه الرواتب لربما لشهور عدة الموظف هنا في كردستان وفي السليمانية لم يستلم راتبه بصورة صحيحة وهذا كله دعا شعب إقليم كردستان وموظفي الإقليم بتنظيم بعض التظاهرات هنا وهناك لوضع الحل الجذري لهذه المشاكل من خلال الأضراب عن بعض أيام الدوام وكذلك غلق بعض الدوائر الرسمية الحكومية كل هذا جاء نتيجة تأخير الرواتب وفي الآوينة الأخيرة بعد قرار بعض النواب أو بعد مقترح بعض النواب ومقارب 138 نائب بجمع تواقع حول توطين رواتب موظفي الإقليم على الحكومة الاتحادية جرى بعدها حراك واسع في مدينة السليمانية وفي محافظة السليمانية وكذلك في كل محافظات الإقليم من خلال إيجاد حل جذري لهذه المشكلة وخلال استطلاع الكاميرا العراقية خلال الأيام السابقة كان هناك ترحيب بأي خطوة بشأنها حل هذا الموضوع وتوزيع الرواتب بشكل صحيح وبشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية لكن بالمقابل هناك من يرى والمتابع للشأن الاقتصادي والشأن السياسي يرى بأن هناك التزامات من قبل حكومة الإقليم باتجاه الحكومة الاتحادية لتتمكن من صرف هذه الرواتب هنا في مدينة السليمانية حراك موسع بهذا الخصوص ومطالبات كثيرة ويومية طيب سيف سيف واضح إذن هناك لجنة رومانية مشكلة للمباحثات بين الإقليم وبين بغداد لإيجاد حلول مشاكل عالقة بين الطرفين كيف تجد مثلا هل هذا مرحب به من خلال الشارع من المواطنين من قبل الحكومة هناك في إقليم كردستان من الذي سيفاوض مع هذه اللجنة من قبل الكتل السياسي الكردية نعم يعني بالجواب عن هذا السؤال وهو بطريقين الأول هو هناك ترحيب شعبي بكل قرار يخدم عملية توزيع الرواتب اليوم المواطن في السليمانية يعاني كثير من هذا الموضوع وهناك قرار يعني بأي قرار يخدم مصلحة أنه هناك تتم توزيع الرواتب فهو مرحب به الجانب الآخر هو الجانب السياسي هناك لجان مشكلة سابقا من قبل حكومة الإقليم بهذا الخصوص ومؤلفة من وزير الموارد النفطية في حكومة الإقليم الموارد الطبيعية وكذلك لجان أخرى مشكلة وفي الأيام المقبلة هناك أخبار تقول بأن هناك وفد رفيع المستوى سيزور بغداد لبحث هذا الموضوع خاصة مع تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص وأيضا هناك ترحيب من قبل حكومة الإقليم بهذا الخصوص الذي يعتمد يعني إنهاء ملفات مهمة وأهمها هو ملف الرواتب الذي يعني لربما هناك اليوم كما سألتيني في البداية على الحركة الاقتصادية في السليمانية حركة ضعيفة جدا وهناك يعني تراجع كبير في كم الاستثمارات وكذلك الحركة في الأسواق وحتى غلقت بعض الأسواق الكبيرة في مدينة السليمانية بسبب ضعف الاقتصاد وقلة صرف الرواتب وعدم الانتظام بصرفها اليوم وكل يوم هناك يشهد أو تشهد مدن أقليم كردستان تظاهرات هنا وهناك ويعني إضرابات لبعض موظفي الأقليم في عدة يعني دوائر حكومية ورسمية كل هذا دعا الجهات الشعبية هنا والحراك السياسي والاقتصادي بضرورة إنهاء هذا الملف إذن سيف أنا أشكرك كنت معي من السليمانية أنتقل إلى داخل مجلس النواب مع مراسلنا هناك أحمد عرام إذن أحمد ما الجديد في موازنة عام 2021 ما التفاصيل التي اطلعت عليها بهذا الخصوص بداية نعم هبة بداية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل قبل لحظات إلى مجلس النواب لتقديم العزاء كان هناك مجلس العزاء لوفاة أحد نواب كتلة بدر النيابية ورئيس الوزراء وصل لتقديم العزاء لهذه الكتلة وأغلب النواب مجتمعون لتقديم العزاء وفاة أحد نواب كتلة بدر أما عن اللجنة المالية فقد ذهبت إلى اللجنة المالية وتحدثت معهم أكدوا أن الاجتماعات مستمرة ومتواصلة مع وزارة المالية وبالتالي من المقرر أن يكون هناك اجتماع ليوم السبت المقبل من أجل وضع اللمسات الأخيرة للموازنة الاتحادية ومن المفترض أن يقدم وزارة المالية يوم الاثنين المقبل الموازنة إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل وإرسالها إلى مجلس النواب عما عن قانون المحكمة الاتحادية فأيضا تحدثت مع اللجنة القانونية وأكدوا لي أن المرجح أن يتم التصويت على تعديل المرجح أن يتم تعديل القانون وليس التصويت أو تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية لأن تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية يتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب وبالتالي النجلة القانونية ترجح أن يتم الذهاب إلى تعديل الفقرة وإعطاء صلاحية لمجلس القضاء من أجل تعيين بودلاء للقضاء المتوفين أعضاء المحكمة أو مجلس القضاء لبدلاء عن المتوفين أو من يخرج إلى التقاعد منهم وهذا يتطلب النصف زائد واحد فقط لتعديل هذا القانون أبرز القوانين التي من المفترض أن يتم تمريرها داخل مجلس النواب هو قانون الموازنة وقانون مجلس القضاء الأعلى وهي تخلو في هذه الجلسة هذين القانون لا توجد على جدول الأعمال من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أن توضع هذين القانونين على جدول الأعمال إذا كنت تسمعني أود سؤالك حول اللجنة الثمانية المشكلة للمفاوضات أو المباحثات بين حكومة الإقليم أو بين إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية ما الجديد في هذه اللجنة ماذا تبدأ أعمالها حتى يتسنى لها الوصول إلى مخرجات نعم من المفترض أن تكون هذه الاجتماعات متواصلة مع عضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه اللجنة مشكلة من مختلف الكتل النيابية وهي محاولة من أجل حلحلة المشاكل العالقة مع الإقليم تمهيدا لعرض الموازنة الاتحادية التي قد تشهد خلافات حادة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وباقي أيضا المحافظات وضعت هذه اللجنة كانت هيئة رئاسة مجلس النواب حريصة على تدليل العقبات أمام إقرار الموازنة حتى لا تتأخر بالتالي الرواتب على الموظفين فشكلت هذه اللجنة وهي متواصلة ومستمرة في الاجتماعات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وباقي الأحزاب الكردية مستمرة اجتماعاتها هبة حتى اليوم كانت هناك بعض اللقاءات مع الجانب الكردي بالإضافة إلى هناك أيضا اجتماع للجنة الخدمات هبة مع المدراء العامين للمجاري وتصريف المياه بعد بيان وزارة الموارد المائية أن هناك موجة من الأمطار ستشهدها العاصمة بغداد وباقي المحافظات الجنوبية اليوم كان هناك اجتماع للجنة الخدمات مع المدراء العامين في كافة المحافظات المدراء العامين للمجاري وتصريف المياه من أجل المباحثات حول استعداداتها والعقبات التي قد تواجههم في موجة الأمطار المقبلة نعم هذا واضح أحمد كنت معنا من داخل مجلس النواب أحمد عرام شكرا جزيلا لك والشكر موصول إلى مراسلنا من السليمانية سيف حقي شكرا جزيلا لكما قانونيون ومختصون في الشين الانتخابي يؤكدون أن اعتماد البطاقة البيومترية هو السبيل للحد من احتمالية التزوير في الانتخابات وزارة التربية تتخذ الإجراءات الصحية استعدادا للعام الدراسي والتعليم العالي تعلن تخفيض أجور كليات الموازي والتعليم المسائي والأهلي تلاعب بأموال الدولة في هيئة التقاعد الأجهزة الاستخبارية تخترق عصابة للتزوير تهدر ثلاثين مليار دينار شهريا التخوف من عمليات التزوير في الانتخابات المقبلة يثير قلق القانونيين والخبراء ولا سيما بعد الحديث عن إجراء تعديل على البطاقة البيومترية واعتماد نظيرتها الإلكترونية في الوقت الذي يرجح أصحاب الشأن تأخر إجراء الانتخابات بسبب عدم إطلاق الموازنة المالية الخاصة بها ملاحظات عديدة أبداها عدد من القانونيين والخبراء حول قانون الانتخابات المعدل بعد إقراره من قبل مجلس النواب إذ يقول مختصون أن عدم تحديد نص صريح بشأن استخدام البطاقة البيومترية حصرا سيفتح الباب أمام استخدام البطاقة الألكترونية والتي تثير مخاوف عددا من الكتل السياسية بسبب إمكانية حدوث تزوير في الانتخابات لا يمكن للمفوضية الذهاب باستخدام البطاقة حصرا لكون القانون واضح أنه استخدام بطاقتين وهو ملزم لمجلس المفوضين والانفوضية في أن تكون انتخابات وفق هذا السياق إلا اللهم إذا تم تعديل القانون اليوم مع عدل مواليد الجدد الذين عدده مليون 2.400 يوجد 24 مليون ناخب إلى حد الآن المحدثين 14 لكن ما نستلمه هو 10 ملايين 4 ملايين إلى حد أن لم يستلموا وهناك 10 ملايين أيضا هما لم يحدثوا بطاقة الناخب وهذا يعتبر مؤشر خاطر جدا اللجنة القانونية النيابية وخلال مشاركتها في ندوة لمناقشة القانون أكدت أن هناك إمكانية لتعديل المادة الخاصة بالبطاقة الألكترونية في حال رغبة الكتل أما عن إمكانية التزوير فإن القانون عالج هذه الحالة وفرض عقوبات مشددة على المزورين مجلس النوب لا يمانع في إجراء تعديل على هذه الفقرة فقط ويكون استخدام البطاقة البيومترية حصرا لإجراء انتخابات القادمة القانون أضاف فقرتين مهمات لمنع التزوير أولهما أنه يعتبر على جلب مستمسك ثاني وأي صحة شخصية هذا الناخب كل من يذهب إلى عملية التزوير في انتخاب أكثر من مركز الانتخابي سيدي إلى سجنه لمدة سنتين ويرى بعض الخبراء أن تأخير إطلاق الموازنة الخاصة بالانتخابات سيكون حجر عثرة في طريق إتمام الجدول العملياتي للمفوضية وهذا ما قد يؤثر على قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد الأبرز العقبات في هذا الموضوع هو موضوع التمويل المالي الخاص في العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب العراقلي ومفوضية الانتخابات لحت هذه الساعة لم تستلم الأموال الكافية لإجراء الانتخابات وإلى جانب تلك الملاحظات تبرز قضية الدوائر الانتخابية كمشكلة أخرى تواجه المفوضية لا سيما وأن عداد الناخبين تتباين بين قضاء وآخر وهو ما يفرض عليها شطر وتقسيم بعض المناطق من بغداد محمد جبار العراقية الإخبارية أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أن الفرلمان فعل ما بوسعه لوضع حد للتزوير في الانتخابات المقبلة فدعمه خلال استضافته في نشرة سابقة أكد حاجة مفوضية الانتخابات إلى 160 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر مشيرا إلى أن موازنة العام المقبل ستتضمن حاجة المفوضية للأموال اللازمة حرصنا جهد إمكاننا أن تكون انتخابات 2021 انتخابات نزيهة ما تشوفها طبعا ما يكون انتخابات 100% نزيهة بس أقصى ما نستطيع تحقيقه فرضنا قيود كثيرة على التزوير وعلى اختراق الانتخابات وضعنا مواد كفيلة بهذا الأمر ومطالب الجماهير في أثناء الإحراك الشعبي أيضا ضمننا موضوع الدواء المتعددة للترشيح الفردي يعني كل هذه النقاط الأساسية التي كانت محطة اهتمام شعبنا ضمنناها في القانون المفوضية حسب جدول التي وصلنا تحتاج تقريبا إلى 160 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر يعني ما تحتاج منها للعملية انتخابية يكون موازنة 2021 راح تضمن المفوضية جد تحتاج أما ما تحتاج لمدة ثلاثة أشهر أقل من 160 تقريبا 160 مليار كما أدعت الحكومة احنا وضعنا أكثر من 2000 مليار زيادة فممكن للحكومة أن تمول المفوضية ثلاثة أشهر هذا وفي موضوع الانتخابات أيضا ناقشت اللجنة الأمنية العليا لملاف الانتخابات في كاركوك في أول اجتماع لها ناقشت طرق حماية مراكز الانتخاب والناخبين والفرق الجوالة وذلك لدعم إنجاح الانتخابات في المحافظة حماية مراكز التسجيل والناخبين والفرق الجوالة وقضايا أخرى كانت أساسيات الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة في نقاشات اللجنة الأمنية العليا خلال مؤتمرها الأول والتي أكدت فيه بأن لكاركوك خصوصية من حيث التنوع القومي ووضعها السياسي بعد أن تم تقسيم محافظة كاركوك إلى ثلاث مناطق انتخابية أيضا وضعنا الحلول اللازمة لهذه المناطق أيضا لمراكز التسجيل وفي المستقبل إلى مراكز الاقتراع وأيضا نضع إن شاء الله الخطوط الواضحة حتى في عملية تنقل المواد الحرجة وأيضا تنقل الناخبين وأيضا وضعنا خطة لحماية ليس فقط الناخبين أيضا حتى لحماية المرشحين مفوضية الانتخابات أوضحت بأنه وعقب تقسيم المحافظة إلى ثلاثة دوائر انتخابية شرق ووسط وغرب كاركو فهي بحاجة إلى آلية خاصة وخطط أمنية كفيلة لإنجاح العملية وحماية الناخبين والمراكز الخاصة سنسير الفرق الجوال إلى كافة الدوائر المدنية والأمنية طبعا بدعم ومساندة القوات الأمنية التي تشكلت لهم المؤتمر على أساس هذا لتقديم الدعم للمناطق الغربية مثل ما تعرفون أنه تعرضت إلى عمليات إرهابية فتكون ساخنة أكثر مما هي من داخل كاركو فنحتاج إلى دعم أكثر وحماية أكبر لمراكز التسجيلية ومراكزها الاقتراعية حتى وإن كانت كاركو مختلفة سياسيا وقوميا لكنها تمكنت من وضع خطوتها الأولى ورسمت خطتها أمنيا لملف الانتخابات روديانور العراقية الإغبارية كاركو وزارة التربية تتخذ الإجراءات الصحية استعدادا للعام الدراسي والتعليم العالي تعلن تخفيض أجور كليات الموازي والتعليم المسائي والأهلي تلاعب بأموال الدولة في هيئة التقاعد الأجهزة الاستخبارية تخترق عصابة للتزوير تهدر 30 مليار دينار شهريا محذرة من ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الأسبوعين المقبلين دعت خلية الأزمة النيابية وزارة التربية إلى التريث بقراراتها بشأن عودة الدوام في المدارس مقرر خلية الأزمة جواد الموسوي دعى وزارة التربية إلى التريث بقراراتها بشأن عودة الدوام في هذا الوقت الحرج محملا إياها النتائج الوخيمة على قرارها الذي قد يرفع هو الآخر أعداد الإصابة في البلاد وكانت وزارة التربية نشرت آلية الدوام للعام الدراسي الجديد في ظل انتشار جائحة كورونا الوزارة أكدت اتخاذ إجراءات استعدادا للعام الدراسي بما يؤمن صحة التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية وسلامتهم مشيرة إلى أن الدوام سيكون ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية حيث قسمت أيام الدراسة إلى يوم السبت لتلاميذ الصف الأول والأحد للصف الثاني والاثنين للصف الثالث والثلاثة للصف الرابع أما الصف الخامس فخصص لهم يوم الأربعاء وأخيرا يوم الخميس للصف السادس الابتدائية فيما تنتظر شريحة طلبة الجامعات الأهلية ما ستقول إليه الأوضاع فيما يخص جائحة كورونا تبقى أزمة الأجور غير واضحة المعالم نتيجة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد التعليم العالي أعلنت تخفيض أجور كليات الموازي والتعليم المسائي والأهلي فيما تؤكد الجامعات الأهلية أن إداراتها هي من تقرر آلية تخفيض الأجور وفق الحالة الاجتماعية لبعض الطلبة سنة دراسية ثانية يحضرها فيروس كورونا ستبدأ مطلع شهر كانون الأول المقبل في الجامعات الحكومية والأهلية التي يشغل بالطلبتها وعائلاتهم مبالغ الأقصاط المالية الدراسية وزارة التعليم خفضت أجور التعليم الموازي في الجامعات الحكومية بنسبة 50% لكافة المراحل وعلى صعيد التعليم المسائي وصل التخفيض إلى نسبة 35% وحقيقة ما يتعلق بالجامعات والكليات الأهلية حقيقة التخفيض بنسبة 20% صادق عليها معالي الوزير في الجامعات الأهلية تختلف نسب تخفيض الأقصاط ومودد استفائها إذ توجهت بعض الجامعات لمساعدة الطلبة قدر الإمكان فيما لا تبالي جامعات أخرى بأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية حطينا آلية من مجلس الكلية وفق القانون 25 مادة 17 ومادة 26 اللي هي صلاحة مجالس الكليات ومجالس الجامعات اللي إلهي حق التخفيض وفق ما يراه بتقدير الحالة الاجتماعية للطلبة أو الحالة العامة الاقتصادية اللي يمر بها البلد وهذا موضوع أيضا متناول ومدروس وإن شاء الله يكون مرضي للطلبة ذوي الشهداء وبعض العوائل المتعففة وجرح الحجي الشعبي وبعض الأصحاب الظروف الخاصة تعمل نباع معها بجدية سيتم تخفيض حسب توجيهات الوزارة 20% أضافة لذلك التخصيط المبالغ على أربع دفعات خلال العام الدراسي وليس دفعتين ويبقى قرار تخفيض الاقتصاد الدراسية بيد وزارة التعليم في الجامعات الحكومية فيما تمتلك جامعات الخاصة صلاحيات كافة للتخفيض أو الاستثناء أو إجراءات أخرى في وقت يشدد معنيون على أهمية مراعاة وضع الطلبة خلال الأزمة الحالية رغم الارتزامات المالية للجامعات والكليات من بغداد ياسر عامر العراقية الإخبارية مشاهدين الكرام ولتفاصيل أكثر عن العام الدراسي الجديد ينضم إلينا مباشرة في الستوديو المتحدث بجزارة التعليم العالية الدكتور حيدر العبودي تحية لك دكتور وأهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة بداية ما هي الآليات والإجراءات النهائية للعام الدراسي الجديد بالنسبة للدوام في الجامعات والكليات نعم مساءكم خير سيد الكريم حقيقة الجامعات العراقية تستعد لبدء عام دراسي سيكون مغيرا إلى بنسبة معينة عن العام الماضي الذي كان الاعتماد كليا على التعليم الإلكتروني هذه السنة التي ستبدأ بتاريخ ستة فمعش المقبل بإذن الله سيكون التعليم المدمج حجر الزاوية في التحكم في إدارة التفاصيل التعليمية وتقديم الخدمات التعليمية المنتظرة ما يتعلق بموضوع النقاش هو الأجور الدراسية حقيقة وزارة التعليم والجامعات العراقية اتخذت قرارا بتخفيض هذه الأجور مراعاة للظرف الحالي الذي تعصف به ما زالت التداعيات الاقتصادية والصحية حاضرة ومؤثرة في جميع قرارات المتعلقة بالجانب المالي وهذا التخفيض حقيقة على مستوى التعليم الحكومي الموازي وصل إلى النصف بنسبة خمسين بالمئة ولكافة المراحل وهذا حقيقة يوفر أولا حقيقة مراعاة مباشرة وأن الطالب يجب أن يكون ضمن مساحة تمكنه من استمرار في الدراسة وبالوقت نفسه تمكن المؤسسات التعليمية من ديمومة نفسها والاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية وأيضا هذا يشتغل التخفيض يعني بنسبة خمسين طيب دكتور إذا سمحت لي هل هذه القرارات قرارات الوزارة هي ملزمة للكليات والجامعات خصوصا ونحن شاهدنا قبل قليل في التقرير السابق بأن الجامعات الأهلية تؤكد أن إداراتها هي من تقرر آلية تخفيض الأجور نعم سيد الكريم أنا أتحدث هنا عن التعليم الموازي الحكومي وواضح لدى حضرتك أن الحكومي هو تابع لمؤسسات الدولة وتكون قرارات وزارة التعليم العالي وما تراه ملزما لها ويكون هو خارطة الطريق في هذا المجال أما ما يتعلق بسؤال حضرتك أنه الجامعات والكليات الأهلية نعم بموجب القانون هي تمتلك شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لكن حقيقة مشكورين يعني استجابوا إلى التخفيض بنسبة عشرين بالمئة وذهبوا إلى أبعد من ذلك حقيقة حينما قرروا أن يوفروا هذه السنة مقاعد مجانية في التخصصات الطبية وتصل هذه المنحة الدراسية يعني قد تصل إلى ألفين وخمسمائة مقعد مجاني بل ربما يتصل إلى ثلاثة آلاف وهذا جزء حقيقة من ومؤشر على التفاعل الكبير مع الظرف الحالي ومع ضرورة استيعاب الطلبة ولا سيما مخرجات الدراسة الإعدادية هذه السنة التي يؤشر عليها ارتفاعا في الأعداد واختلافا بالمعدلات عن السنة الماضية كل هذه الحقيقة المحصلة هي تأتي في سياق مراعاة الظرف الحالي الذي يعني يمر به المجتمع العراق نعم طيب دكتور يعني كيف سيتم التعامل مع المواد والدراسات التي تحتاج إلى مختبرات وساعات من الدروس العملية التي يحتاجها الطلبة يعني هل سيؤثر هذا على رصانة وجودة التعليم في العراق سؤال مهم حقيقة يعني كل قرارات الوزارة التعليم والجامعات هي تتحرك ضمن مستويات الجودة المطلوبة وضمن معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي هذه السنة التعليم المدمج الذي يوفر مرونة حقيقة على مستوى الطاقة الاستيعابية ويوفر مرونة على تأدية المواد النظرية الكترونيا وتؤدى المواد التطبيقية والعملية حضوريا في مواقع الجامعات ولا سيما في التخصصات الطبية ذات الجانب السريري حقيقة هذا الطالب يعني إذا كان يتعذر عليه الالتحاق بجامعاته لتأدية المواد التطبيقية فبالإمكان أتيح له أن يلتحق به جامعات القريبة من سكنه في محافظته ويكون التنسيق بين الجامعة الأم والجامعة المستضيفة من أجل توفير حقيقة وتذليل المعوقات أمام الطالبة في الالتحاق في دراسته نعم الدكتور حيدر العبودي المتحدث باسم وزارة التعليم العالي شكرا لانضمامك معنا هنا في الأستوديو شكرا لك تلاعب بأموال الدولة في هيئة التقاعد والأجهزة الاستخبارية تخترق عصابة للتزوير تهدر 30 مليار دينار شهريا في جريمة تكلف الدولة نحو 30 مليار دينار شهريا بحسب بيانات رسمية أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية تفكيك شبكة التزوير في هيئة التقاعد العامة العراقية الإخبارية من جانبها سارعة لتغطية العملية والكشف عن تفاصيل الجرائم التي كانت ترتكبها العصابة المكونة من 29 متهما بينهم موظفون ومعاقبون ونساء من داخل الهيئة عملية نوعية استخبارية تمكنت خلالها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على عصابة تزوير مكونة من موظفين بينهم نساء في هيئة التقاعد العامة ومحامين ومعاقبين يقومون بترويج معاملات تقاعدية مزورة طالت نوابا وأعضاء في مجلس الحكم متوفين بالإضافة إلى تحويل عناصر في تنظيم داعش إلى شهداء ومتقاعدين أصلا يعني سيدي دواعش فش يساوهم سيدي؟ يساوهم أن هذول الأشخاص من العمليات الأرهابية مصابين وعدهم نسبة عجز يساوهم أوراق تحقيقية سيدي ويحيلوهم لجان طبية ويساوهم رواتب مال لحايا رهاب هذه الهوية لشخص متوفي عضو سابق بمجلس النواب ومنعرضة الهوية تقديما بسد دفاتر نتنباع عن طريق أبو هاشم يدخلون بها شخص وكيل عن هذا الشخص المتوفي هذا المتوفي خارج العراق وعلى قيد الحياة وكانت بها سيدي تقريبا تنزل بها فروقات حدود 200 مليون العصابة المكونة من 29 متهما تعد الأكثر احترافية في مجال تزوير معاملات التقاعد نتيجة عملها منذ عام 2003 حيث تمكنت من إنجاز معاملات بالآلاف لغير المستحقين وفق اعترافات عناصرها بالإضافة إلى عملها على سحب قروض مصرفية بوثائق مزورة ما كلف الدولة مبالغ طائلة أي شخص عندك عمره فوق الخبسة واربعين سنة أو ستة واربعين سنة ما عنده راتب تقاعدي أخليه على ملك الوزارة اللي أنا اللي أدوم بها وأحيله على التقاعد وأحيله على التقاعد وبراتب شهري من 600 إلى 700 مع مكافأة نهاية خدمة متابعة وإشراف ميداني من قبل وكيل الوزارة الاستخبار والتحقيقات الاتحادية تمكنت مفارز وكات الاستخبارات من اختراق وتفكيك شبكة تزوير بعد أخذ الموافقات القضائية العصولية وفي هيئة التقاعد العامة تم القبض على 29 منتهم من الموظفين ومعقبين وأثمرت عن توفير ما يقارب 30 مليار شهريا لميزانية الدولة انتزاع دائرة التقاعد العامة من سيطرة هذه الشبكة ساهم إلى حد كبير في تسيير معاملات المتقاعدين بانسيابية أكثر بعد أن كان المنتمون لهذه العصابة يتعمدون تأخيرها لعدة سنوات مقابل مبالغ مالية صار لستين راجع على موديل أغبارة على موديل ما تبقى من الجايز جمعا خذوها هذه الواسطات ومثل حالي ظلوا وركشهم ووجه الرئيس الوزراء الكاظم عليك بالحيطان الكبار وليس الفاسد من الصغار وإذا كانت حقوق المتقاعدين لم تسلم من التلاعب والسرقة بتواطئ من موظفي دائرة التقاعد فكم دائرة حكومية تحتاج إلى مثل هذه الحملة الأمنية وتعمل وكلة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على متابعة العديد من ملفات الفساد وملاحقة عصابات الاحتيال والجريمة المنظمة منذ عدة أشهر سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام القادمة أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد مشاهدين هذه عودة إلى ملف اللجنة الثمانية المشكلة للتباحث بالمشكلات العالقة بين المركز والإقليم معي سيكون عضو اللجنة القانونية السيد حسين العقابي سيد حسين مساء الخير وشكرا لانضمامك معنا بداية نتحدث عن قانونية هذه اللجنة المشكلة للتباحث على اعتبار أن المشكلات بين المركز والإقليم تخص الحكومات حكومة الإقليم وحكومة المركز ما شأن يعني لماذا تحولت إلى ملف النيابي بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لك ولمتابعي فضايات العراقية الكرام هي لا بأس أنه يتخل المجلس بصفته حامد دستور وبصفته أعلى سلطة منتخبة من الشعب وبصفته السلطة التشريعية أيضا لا بأس بذلك بحدود المساحة اللي يمتلكها من العمل كينما تكون لجنة مساعي حميدة لترطيب الأجواء ولإدامة الحوار والتواصل بين الفرقاء السياسيين لكنه ما نأمل ما نأمله هو أن تتحمل المسؤولية أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها الدستورية والقانونية اليوم لا أحد فوق الدستور هناك التزامات دستورية على جميع الفرقاء السياسيين وعلى جميع محافظات العراق بما فيها الإقليم مع الشديد الأسف نحن رأينا طوال السنوات الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير هناك التزام واضح من الحكومة التزام طبعا فيه مخالفة للقانون وفيه مخالفة للدستور لكن عموما هي التزمت بذلك طوال السنوات الماضية بإرسال مبالغ رواتب موظفي إقليم كردستان وقبال هذه النقطة ما رأينا أي التزام من قبل حكومة الإقليم بأي ملف وبأي قضية سواء كان بالإرادات الاتحادية اللي يخص القطاع النفطي أو الإرادات الاتحادية الأخرى ضريبية وقمرجية وحينما تفحصنا وبحثنا في التزامات دستورية وقانونية على حكومة الإقليم وجدنا أنه حتى في مسائل الجنسية والتجنيس ومسائل مسائل قطاع الاتصالات ليس هناك أي التزام أي التزام تماما طيب هذا نتحدث سيد حسين لو سمحت لي هنا نتحدث عن مباحثات بين وفود حكومية بين الإقليم والمركز وحكومة الإقليم لم تلتزم بما ينص عليه الدستور ما الذي يلزمها الآن وفق هذه اللجنة المشكلة للمفاوضات اللجنة لا بس أن توجد لجنة برلمانية ماكو ضير بيها شنو المانع منها تكون لجنة مسائل حميدة مجلد لجنة تديم الحوار وتديم التواصل وتحاول ترطب الأجواب بين الأطراف جميعها احنا نريد أن نستوعب إقليم كردستان ضمن وحدة الأراضي وأنا سألتك سيد حسين حول كيف ممكن لحكومة الإقليم أن تلتزم بما تفضي إليه هذه المباحثات من قبل اللجنة لم يكن سؤالي مخصصا لاعتراض على تشكيل هذه اللجنة أقصد من حيث المبدأ كيف ستلزم هذه اللجنة مثلا هذه المفاوضات القائمة بين حكومة الإقليم والمركز لا 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 يمكن لها أن تلزم الإقليم بشيء على الإطلاق يعني نعم الألزام يكون من خلال إجراءات الحكومة الحكومة عليها أن تتخذ إجراءات إنفاذ القانون وإنفاذ الدستور على كامل إقليم الأراضي العراقية يعني هذه النقطة مهمة وهذا مستوى آخر يعني إذا تعسر الحوار ووصلنا إلى طريق مزدود على الحكومة إنفاذ القانون تمتلك وسائل ردع وتمتلك وسائل قانونية ودستورية وسيادية لإلزام أي طرف بالامتثال للقانون والدستور إذن سيد حسين العقابي عضو اللجنة القانونية من داخل مجلس النواب كنت معنا شكرا جزيلا لك ذن مشاهدنا الكرام النشرة مستمرة مع الزميلة نجاح وأخبار الرياضة شكرا جواد شكرا لزميلة هبا مشاهدنا الكرام مساء الخير أبرز عنوين الرياضة منافسات الجولة الخامسة